دعني أوجه لك سؤال آخر في نهاية هذه الحلقة لو أردت أنك تختار نص كتابة عن شخص المسيح فما هو النص اللي رح تختار في هذه اللحظة نص واحد حقيقة في الواقع ده سؤال صعب جدا لأن كلمة الله كلها تدور حول شخص المسيح العظيم هل أتكلم عن عظمته في حياته أم في تعليمه أم في حبه أم في غفرانه ليه كخاطي لكن مدام خيرت بنص واحد أقتبس من كلمة الله الكلمات الموجودة في رسالة كلوسي رسالة كلوسي والأصحاح الأول ابتداء من العدد الخامس عشر حتى العدد عشرين الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات لكن يصعب جدا أن حد شخص المسيح العظيم في نص أو نصوص في أصحاح أو أصححات في سفر أو أصفار اشتركوا في القناة